قلينا نتكلم عن انتخابات اتحاد الكورة المصري النهاردة كان تاني يوم لفتح الباب وزي ما قلت لكم برح على يوم الاربع تبدأ تندع لم يتقدم احد هي في قائمة واحدة جاهزة حتى اللحظة دي قائمة المهندس هنا بريدة وبيحط الرتوش الاخيرة بتاعتها قوائم تانية فيش ولا قائمة جاهزة وحقول لك كل الاسماء اللي بتتقالوا اللي بتتردد عشان تبقى عارفة قصة شكلها عاملة ازاي فمحدش تقدم النهاردة وبكرة غالبا محدش هتقدم التلات نبدأ من الاربع نبدأ نقول القصة شكلها عاملة ازاي تاني حرجع اقول وقرر هنا بريدة رئيسا مع السيد احمد حلم الشريف وسيد محمد واسمان هارون واحد منهم نائب واحد منهم ايض محمد الشربيني مصطفى ابو ظهرة انس مظهر ابو الانين دي ابرز الاسماء احمد دياب دي ابرز الاسماء اللي ترددت وقد يكون احمد دياب اهو بقوله احمد دياب لان بعض اللي انت غلطت اصدق احمد مجاهد لا احمد دياب قد يكون احمد دياب نائبا في قائمة المهندس هنا بريدة او عدوا يعني دي الاسماء اللي بتتردد وفيه اسماء تانية لسه مش واضحة بيتم يعني النهاية وفي الاخر هيبقى فيه اتنين احتياطي كمان موجودين لو حد استبعد لو حد اعتذر او او فيبقى فيه اتنين احتياطين بيتصعدوا في حالة اي حاجة بتحصل ده بالنسبة للقائمة بتاعت المهندس هنا بريدة اللي هتظهر تماما للجميع يوم الاربعة ان شاء الله عندما يتوجه محامي مع توكيل من السادة المرشحين ويتقدم بالقائمة للترشح الانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم التي ستجرى بعد شهر الا يوم من الان يوم عشرة من ديسمبر هيكون عندنا اتحاد كرة جديد كابتن مجد عبدالغاني انا اتكلمت معاه قبل الهوى قلت له ايه قال لي طبعا انا مصمم وانا بحضر قائمتي مين القائمة انا هقول لكم اللي قاله لي ولا انا قلته له عشان برضو اكون واضح فهو قال لي احمد دياب قلت له اعتقد ان احمد دياب لو ترشح هيكون في قائمة المهندس هنا بريدة اللي قال لي اللي هو صفية الدين بسوني اللي هو عمد عبدالعزيز كابتن اسماعيل يوسف الاستاذ هاني العتال الاستاذ سيد عيسى مصطفى محمود الشامي سماع عمار دي الاسماء اللي قال لي كابتن مجدي عبدالغني هتقدم امتى قال لي بخلص كل حكتي عشان اتقدم خلال ايام ده كلام كابتن مجدي عبدالغني مش كلامانة حتى في اسماء قال لي قلت له مستحيل تكون موجودة معاك قال لي انا اللي بقول لك قلت له انا راجل مزيح هطلع اقول اللي انت قلته لكن هو قال لي انا مصمم وان انا داخل وان انا هعمل جيم كويس اوي وان انا عندي فرص كبيرة جدا في النجاح ده كلام كابتن مجدي عبدالغني شكرا